المصادر الورقية هي مصادر للعلم والثقافة هي ثروة وطنية يمتلكها مركز عيسى الثقافي في مملكة البحرين نأخذكم اليوم جولة في هذا المركز رائحة الورق هكذا يعبر القارئون عن حبهم للكتب والمصادر الورقية ميراث البشرية والحركة الثقافية منذ زمن طويل وفي مملكة البحرين نمتلك مركز عيسى الثقافي الذي يحتضن المكتبة الوطنية هذه المكتبة الرئيسية تعد الأكبر في مملكة البحرين وتلبي احتياجات طلبة العلم والباحثين والقراء وجميع فئات المجتمع المركز طبعا هو عبارة عن جامع يجمع مجموعة من القطاعات الثقافية على رأسي طبعا المكتبة الوطنية ومكتبة الأطفال والمكتبة الإلكترونية وإضافة لقاعات مجهزة لاستضافة الفعاليات ويطلع بعدد من الأهداف والمهام الرئيسية على رأسها طبعا الحفاظ عن النتاج الفكري الثقافي الوطني وتعزيز البنية التحتية الثقافية وأيضا النهوض بالقطاع الثقافي في مملكة البحرين تعتبر المكتبة الوطنية أكبر مكتبة في مملكة البحرين حيث تضم تقريبا أكثر من 73 ألف مصدر معلومات بنسختها الورقية مركز عيسى الثقافي يوضح دوره وهدفه من اسمه فدعم الحركة الثقافية والنهوض بها هي واجب يطلع به المركز فنهوض المجتمعات يتم من خلال رفع الوعي ومستوى ثقافة الأفراد فكما أن الطعام غذاء الجسد تأتي الكتب غذاء للعقل مساهمة في سموه وارتقائه هي تمثل المصدر المعلومات الأساسي والموثوق الذي يستند عليه الباحث والذي يمعتمد عليه بشكل علمي غير أن الخدمات التي نقدمها لدينا كادر أساسا متدرب على مهنية وحرفية كيفية أنه يبحث عن المعلومات حتى في جزئية داخل الكتاب لدينا كتب تعليمية كثيرة وقصص وأشياء الطفل يتعلم منها قصص لعبرة أخلاقية أو حتى ينامي مهارات لغوية هذا الصرح البحريني معلم ثقافي حضاري رائد ارتقى بالحركة الثقافية منذ 15 عاما من خلال ما يوفره من قاعات ومصادر أسهمت في احتضان العديد من الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية ليكون علامة بارزة ومحطة مضيئة في تاريخ مملكة البحرين لمركز الأخبار فيصل حسين اشتركوا في القناة